اليوم يا عزوزي المشاهد الجميل رح نتفرج مع بعض سوية على فيديوهات قاشا لايف ياس قاشا لايف مجددا تعود وسلسلة لماذا حياتي قاسية سوينا فيديو سابق شيك عليه اللي هو فيديو الأعوار الدجال كان فيديو رهيب الصراحة واليوم نستمر مع هذه السلسلة العظيمة واليوم معنا بسم الله ما شاء الله شوية فيديوهات زي العسل فلا تنسى يا عزوزي تعطينا لايك اذا كنت جديد اشترك بالقناة وخلونا ننطلق على بركة الله شاهدنا مع بعض سوية في الفيديوهات السابقة كيف انه هذه السلسلة بكبرها تعتمد على انه ايش فيه اب وفيه ام فراح يخلفوا عيال رح يخلفوا واحدة تشبههم والثانية ما تشبههم فيبدوا يكرهوا الثانية عشان هي ما تشبههم ويبدوا يضربوها ويعاملوها بشكل ابو كلب بعدين هذه البنتي الثانية رح تكبر ورح تبدأ تنتقب منهم وهذا الخريط اللي ما تعرفوا ان هذا الخريط رح يستمر مجددا في هذا الفيديو برضو عندنا الاب اشقر ولسبب ما يلبس تاج والام نفس الشي خلفوا بنتين البنت الاولى شقراء زيهم البنت الثاني شعرها ازرق فيبدوا يكرهوا البنت الثانية انتي لا تشبهين احدا وعلى طول يعطيها حركة بروسلي فبعد ثماني سنوات إيش راح يصير بالضبط البنتين كبروا فالبنت الأولى اللي تشبههم راح يعطوها تاج بينما البنت الثانية تطلب من عندهم تاج ويقولولها لا يعطوها قبة عادية ولكن لسبب ما تحب هذه القبعة اضحوك وتذهب هذه البنت وهي حزينة وتبدأ الناس يتقطقوا عليها نفس القصص السابقة كلها نفس الشي طبعا ولكن هذه البنت الأضحوكة تأثر لها على أصدقاء يبدو الناس يتنمروا عليها ولكن فجأة تظهر كذا منها عدم شخصية بنت وتبدأ تجلد الشخصيات الثانية اللي تتنمر على الأضحوكة ومشاعر الأزرق وبرضه تعطيها حركة بروسلي فالاثنين كذا يكونوا ثناء بروسلي ويجلد الجميع ويكونوا صداقة جميلة جدا بين الاثنين ترجع البنت الشقراء إلى الأم وهي تبكي وتقول أن أختي الثانية الزرقاء ضربتني وسرقت تاجي فالأم برضه تعطيها حركة بروسلي للبنت فجأة كذا الأم والبنت يتنكروا بزي خفي ويقولوا سنخطف تيك الحقيرة ما هي موجودة في بيتكم يا فناطل يا أغبياء هي موجودة ببيتكم تخطفوها ليش البنت كذا عاملة زي كوسبلي تذهب مع أبوها أبوها كذا يخش الحمام ولا حاجة يعمل بي بي فتجي الأم والأخت متنكرين كذا ويخطفوها فيروح للشرطة وهو يبكي تخيلوا يعني الأب كذا يبكي هي عائلة بكاية كلها يعني الشرطة تقول البنت الشرطية تقول سأساعدك وهنا عندنا كاميرات وأمورنا زي الفل فلما نشوف الكاميرات كذا شعره يتحول أحمر وعيونه يتحولا إلى أصفر وأثناء ما هم مخاطفيها فجأة كذا يدخل الأب على طول طيب كيف عرف مكانهم ما ندري الأب يتحول لسوبر سايان وكذلك البنت ويتحولوا بعد كذا إلى زي سيلر مون يتغير ملابسهم ويصيروا زرق هما الاثنين والأب كذا يحاول ينتقم من الأم والبنت ولكن البنت الزرقاء تقولها توقف إنهم عائلتي فيقول لها إشطاء حسنا قراري هو فجأة جميع كذا يتحول لسوبر سايان وكلهم يصيروا زرق وكذا انتهت القصة الجميلة العظيمة ما شاء الله تبارك الله في عندنا قصة أخرى برضو لماذا حياتي مخيسة الأم هنا أنجبت طفلتين وتقول لا أصدق بأنني أنجبت فتيات فالأب يجي يقول لها ماذا أنجبت فتوها قالت أنجبت فتيات تحمار ولا إيش فتقول لها أنا آسفة يا زوجي لقد أنجبت فتيات إيش ذي القصة اللي من العصر الحجر كذا إيش ذي القصة من العصر الجاهلية كذا رح يأخذوا الفتيات ويطموهم تحت الأرض هيا بنا ندفن هذه البنات إنه النعار اوه 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 هيا هذا القصة كذا نفس النظام فالأب كذا يقول فتيات لقد خيبت أملي فيكي ويصحب عليها وهي تبدي تبكي وتقول لقد خيبت أمل زوتي هيا يا فتيات الجميلات سأعد لكم ثيابكم كذا على طول خيطت لهم ثياب وبعد سبع سنوات في ذاك الفيديو كان بعد ثماني سنوات هذه المرة بعد سبع سنوات تبدأ يكبر الفتيات وحيبدو يروحوا للمدرسة وبرضو كالمعتاد في بنت هنا تختلف عن البنت الثانية واحدة شعرها أحمر والثانية شعرها أزرق يروحوا البنتين كذا في أمان الله إلى المدرسة البنت الثانية تقول أختي نحن في مدرسة جديدة يجب أن نبذل جهدا لذلك لا تعيقي طريقي وتعطيها برضو حركة بروسلي المدرسة هنا في الصف تقول هل هناك شخص لم يفهم الدرس؟ بعدين كذا تدخل شخصيتنا الرئيسية وهي متأخرة المعلمة تسألها ليش تأخرتي فيها تقول معلمة كنت نائمة لفترة طويلة لا يقلع ذا الوجه فالأخت هنا تفتن عليها وتقول إنها تكذب معلمة فالمعلمة على طول تجلدها بالخيزرانة وشخصية الأخت الزرقاء تقول قلت لك لا تأتي إليهم يعني هالمره بالعكس عكس هذاك الفيديو هذه الزرقة هي الشريرة والحمرة هي الطيبة المسكينة الغلبانة يبدأ تبكي هنا في الحمامات لازم أكيد يعني لازم في رح يجو ناس يتنمر عليها لازم وإلا ما صار فيديو قاش هذا وبالفعل من جد يجو ناس وتنمر عليها وبدأوا يضربونها كذا تستحقين هذا يا خبية فهي تقرر الانتقام الأب يقوم بجلد بنته الزرقاء لأنها جلدت أختها الحمراء بعد كذا الزوجة تتدخل وتقول لها توقف فيقول لها ليش لماذا هذا يكفي أنتي لئيمة جدا سأنتقم منك شر أنتقم ليش ذا الانتقام اللي ما رح يخلص هنا يبدي البنت الحمراء يبدي ضميرها كذا يأنبها وتقول أظن أن ما فعلته خطأ خطأ ما شاء الله على الإملاء وهي نايمة كذا تيجي البنت الزرقاء وتقول الآن سأريكي جعلتها تمسك السكين تخلي سكينة في يدها وتيجي لأم تصحيهم تصحي الزرقاء والشي وتقول ابنتي استيقظ إمابك زوجي انظر إلى ابنتي لا تتنفس ماذا هناك فيبدي الاثنين يبكوا بعد كذا تستيقظ البنت الحمراء وفيدها السكينة طبعا فالأب على طول يقول أنتي هي من أصبتي ابنتي بعدين البنت الزرقاء وهي في المستشفى تقول نجحت الخطأ ابنتي بخير ابنتي أنا آشف لما فعلته وبعد كذا البنت الحمراء يرموها كذا في أقرب زريبة ولا في الغطان ولا مش عارف دي مش عارف هذا بفين وتنتهي القصة يعني هنا الأخت الزرقاء مسكت السكينة وطعنت نفسها وعطت السكينة لأختها حتى تلبسها هذا أغبى شي شفت في حياتي لا وتقول لك يتبع لا مش عايزة أشوف التكملة الصراحة يعني كذا جاني غثيان خلاص نكتفي بهذا القدر إلى هنا نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو لو عجبك عطنا لايك شكرا فيديوهات السابقة استناني في الفيديوهات الجاية وبس إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة